السلام عليكم معاكم ومشتراكم في قناة مستر بونتك ان شاء الله بحقاة النهاردة نتكلم فيها عن مواقع اختصار رابط جديد ولكن قبل ما نبدأ في البتاعة دي انا اسف ان انا ايه ما بدأتش وطلعت بخلقتي الجميلة النهاردة ولكن ده بس الاكتر من سبب فخلاها ما نخش في التفاصيل دي دلوقتي فاقلها اول حاجة لاتكلم عن قناة زارك وورلد قناة باس المحروس يعتبر الراجل ده من احسن الناس اللي هاشفتهم بيقولوا كصص الناس اللي بتحب الكصص الخيالية والحاجات الجميلة بتاعة الهاكر والحاجات الحلوة والحاجات اللي انا بتابعها بصراحة دايما فبصراحة القناة دي هتبقى من احسن القناة اللي بتتكلم في الحاجات دي اه لسه القناة مش كبيرة ولكن انا بتؤكد من القناة دي هتكبر جدا وهتبقى من القناة الكبيرة جدا في مجالات الكصص وكده انا بصراحة بحب القناة دي زي ما انت عارفين الديبو الحاجات دي انا بفعلا بحب القصص دي في القناة دي انا بتابعها واعتبر بس المحروط من الناس اللي فعلا في القصص حلو جدا وبيفكر بشكل عميق جدا وانا بحب الحاجات دي بصراحة فهتلاقوا اللينك دي قادي في اسفل الفيديو في الوصف واتلاقي صفحيته على الفيسبوك برضو اعملوا لايك على صفحة دي وخشوا على المدوانة بتاعته تلاقي فيها كل القصص وكل الحاجات اللي بكتبها فبصراحة الراجل ده راجل محترم وفعلا محترقه كويس جدا فياريت تدعموه هتلاقي القناة بتاعته اسفل الفيديو خلنا نخش بقى على الفيديو بتاع النهاردة ونشوف مواقع اختصر رابط ده جديد جدا اسمه اختصر وبصراحة مواقع شكله كويس جدا نفوش اي مشاكل خالص وخلينا اقول الملحوظة قبل ما يبدأ الفيديو ده انك تشتغل في مواقع اختصر رابط دي حاجة على مسئوليتك الخاصة مش على مسئوليت انا انا بحاول اجيب لك المواقع الصادقة بقدر الامكان ان حساب جوجل ادسنس اللي مواقع يتقفل والمواقع يحاول يدفع لمعظم الناس وفي ناس قمش هتدفع لها فده حاجة ما ليش دمب انا فيها تمام اا جوجل ادسنس زي ما انتم شايفين افلت الاكاونت بتاعي وانا عملش اي حاجة جوجل ادسنس عمل بيقفل اكاونتات الناس وهو ما بيعملوش اي حاجة جوجل ادسنس بيفل اكاونتات اختصار رابط والناس دي فعلا ما بتوقعش مخالفهم اي حاجة اه اختصار رابط ممكن يكون مخالف شوية ولكن انا زمن بيقين جوجل ادسنس تتاعي تقفل بدون اي سبب فمعنى كده ان الناس دي مليهز دمب يا جماعة اكاونتات جوجل ادسنس لما بتقفل له شخص في الفين دولار ولا الف وخمسمائة دولار الراجل ده خسران اكتر ما هو بيكسب فالموضوع فعلا بيبقى صعب فاتمنى يا جماعة تقفوا جنب الناس دي شوية تبطروا تروحوا عليهم اكتر من كده لان الموضوع بيبقى صعب جدا عليهم وعلى ان هم يستحملوا استعدامات اللي بتحصل دي وعلى انا كمان والله انا برضو بتشتم وبيحصل لي مشاكل كتير جدا بسبب مواقع اللي بتقفل وانا اصلا ببقاش لها اي سدمب يعني بحاول يعني جيبت لك مواقع فضل شغال ثلاثة اربع شهور مواقع فضل شغال بالسنة والسنتين وتماما فيش اي مشاكل وبعد كده تنصب بعد السنة او مش تنصب واقع اللي حصل بطعمة قفل فهيعمل لك ايه يعني يعني يدفعهم ونجيبهم معهمش فلوس ودفعهم ونجيبهم بيحاول يدفعهم بقدر الامكان طب انا زنب ايه في الموضوع ده انا مليس دمب وهم اكملهمش دمب فاتمنى يا جماعة تفهموا النقطة دي وان فعلا بيستهبل حرفين بيستهبل في الايام دي بس دي الملحوظة انا عايز اقولها هان خلا نبوست كده على البيئة اوتريتس على طول هنا عندك السعودية 11 دولار ده رقم كبير وكوايس جدا مصر 7 دولار ونص ده كوايس جدا برضو كاترة 100 دولار لبنان 9 دولار برضو ده كويس وعندك المغرب 7 دولار ده ممتاز جدا والجازة 6 دولار وبقدر العالم 6 دولار ده ممتاز جدا مفوش اي مشاكل اعتقد ان اسعار الموقع ده مناسبة جدا وكوايسة جدا نخش على سيان او بشان نعمل اكاونت في الموقع يوزر نيم ويميلك والباسورد تعيد الباسورد وخلاص اول ما تخش على موقع كده على طول هتروح على الرفرل نشوف الرفرل هنا كان في المية هو عشرين في المية وده رقم ممتاز جدا 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 خش على ويس درون نشوف اقل مبلغ للسحب في الموقع ده نخش على هير طبعا جماعة لازم تملكوا البيانات ده كلها باسمك وعنوانك وحاجات بسطة جدا اقل مبلغ للسحب هو واحد دولار عرب دفون كاش ده رقم ممتاز جدا ونتوا عارفين ده كويس جدا تلاتاشر دولار بيبال ومعيو والد تلاتاشر دولار وبيت كوين تلاتاشر دولار ويموني خمسة دولار بعيير تلاتاشر دولار وبانك تلاتاشر تلاتاشر دولار هتروح هنا على مسلا تحط ودفون كاش وبعدها تكتب هنا عنوانك او رقم التليفون بتاعك فيش اي مشاكل طيب عشان السلم اربحنا هنعمل ايه كلها عليك انك تجمع اقل مبلغ للسحب هنا او اكتر طبعا وضغط عركبة بعد طبعا ما تحطوا سي الدفع والسحب في الموقع ده بعد 4 ايام من طلب السحب موضوع بسيط جدا في الموقع ده هنا في الستاتيكس بتلاقي فيها الفيوز بتاعتك اللي انت عملتها الفلوس اللي معاك فلوس للريفرال الابرز يستيب ايمل ان شاء الله مش هيقل عن 8 دولار او 7 دولار يبقى كويس جدا كمان عندك هنا التولز في الكويك لينك والماشر لينكر وماشر لينكر دي ممتازة جدا ممكن تعمل اكتر من لينك مرة واحدة لو عندك بارتات علعبة وحاجة زي كده تعملهم كلهم مرة واحدة الفول بيتج سكليفت دي طبعا لو عايز تحول كل اللينكات المدونة بتاعتك ليه لينكات مختصرة من الموقع ده هتشيل اللينك هتشيل ده تحطه في التخطيط عندك في البلاجر وطبعا تحدد المواقع او الدومينات اللي انت حابب انها تختصر من الموقع ده نفس الكلام هنا ولكن هنا هيختصر لك الموقع كله بالكامل وده ما انصحكش انك تعملها انها بيبقى مخالفة الجوجل ادسنس تمام فبس كده شباب ده يعني الموقع بكل بساطة مفوش اي حاجة كتر من كده موقع بسيط جدا ازاي طبعا تختصر الرابط بكل السؤولة هتاخد مسلا اي لينك وتروح على نيو شورتن لينك هنا وتضغط على الشورتن وبس تاخد اللينك اهو وبعدك هتروح على طول بشكل مباشر تحط اللينك هنا وبس بيختصر معاك بكل سهولة موضوع بسط جدا يا انا شباب وبس دي كان حاجة النهاردة انا اسف انها مش طويلة على حاجة بس موضوع سريع جدا وانا اقولتكم انها هرجع حلقات اختصر الرابط ولكن مش هتبقى بشكل كبير جدا ولكن حلقات بسطيطة كده كل فترة وفترة وبس اتمنى يكون الحاجة دي عجبتكم ما تضايقكوش وبس سلام